اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القمر موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية يعني اكم ساعة بعد بث الحلقة يعني لغاية الساعة تسعة وخمسة واربعين دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة عشر اتناعش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر موجود في برج الحوت معناته بتظل انه التأثيرات علينا احنا ككل الابراج انها بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بسهولة بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر الرسم عيادة المرضى شراء الزهور اقتناء الالتصوير او الاهتمام بالامور الفنية بالنسبة للزوايا البطيئة اللي تأثيراتها مستمرة طبعا اول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي هي بين المنريخ وبين المشتري وهي حكينا تأثيراتها رح تضل اه ليوم اطنعش اطنعش يعني لغاية بكرة وهي حكينا انه بيحقق البعض تقدم على حساب الاخرين هي غير اه مناسبة لأي شيء له علاقة بالمبادلات التجارية اه لانه هاي الفترة بيكون في بعض الاضطرابات اه برضو ما مننصح بالاشياء اللي لها علاقة بالمنافسات التجارية او المراهنات او السوق المالي او البورصة الاسهم هاي كلها بتكون مش يعني مش مستقرة فعشان هيك بصير فيه نوع من انواع العراقيل فيها او الخسارات المفاجئة او الذبذبة صعود او نزول في هاي الامور بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس بين عطارد وبين المشتري وهي حكينا تأثيراتها لغاية يوم 13-12 اه يعني هاي بتخلينا نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية الرغبة بالسفر والاتصالات الكثيرة لدى البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية السلبية التربيع بين الشمس وبين نبتون وهاي مستمرة لغاية يوم 15-12 يعني هاي بتخلي البعض يعيش فيه اوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع بتزيد حساسيتنا شوي غيرتنا شوي اوهام من حل الامور بشكل غلط فهاي بتأثر بشكل سلبي على الكل طبعا هي لها علاقة برضو بالامور بما انه الشمس ونبتون معناته لها علاقة بالامور اللي بتتعلق بالمناخ او بالظواهر الطبيعية وخصوصا اللي لها علاقة بالسوائل يعني زي الفيضانات الطفان تسريب غاز حوادث تسمم جماعي او ارتفاع اسعار النفط بشكل مفاجئ يعني برضو الها علاقة بالسفن والبواخر والامور البحرية يعني بمعنى اخر اما بالنسبة لزاوية اللي بعدها هي زاوية ايجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي رح تستمر لغاية يوم 19-12 بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة لزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة اللي مداها لأيام يعني مستمرة ومنها لشهر كمان هاي الزاوية مثلا اللي هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس اللي ذروي يعني رح تستمر هي لغاية 13-1 طبعا نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات بالفترة هاي برضو بصير في بعض التمرد من بعض الدول أو بعض المشاحنات المفاجئة أو بعض الأحداث المفاجئة جدا وخصوصا أنه اليوم بلشت برضو تأثيرات انتقال المريخ فهاي بترفع وطيرة العنف زيادة درجة منها احتمالية حدوث أشياء مقلقة جدا عنيفة فيها العلاقة بالتفجيرات أو الأحداث السياسية أو التهديدات أو الأمور هاي بوتيرة أعلى طبعا برضو لها علاقة بالحوادث الطبيعية مثل العواصف والزلازل الطائرات سقوط طائرات حوادث سكة حديد طبعا أغلبها العواصف والزلازل وسقوط الطائرات صارت إن شاء الله أنه ما يصير أي شيء له علاقة بالسك الحديد وما يصير أي شيء من الأشياء هيتتكرر مرة ثانية برضو بتدل على إضرابات وإشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة طبعا هاي الزوايا البطيئة اللي هي أساسا تأثيراتها مستمرة في زوايا بطيئة اليوم رح تكون دروتها رح نذكرها الآن مع زوايا اليوم طبعا منضيف لهاي الزوايا اللي إحنا حكناها اللي هي الزوايا اللي رح تصير مع القمر وزاويتين بطيئات منلاقي أنه اليوم التركيز رح يكون على القمر بشكل كبير بكثير من الزوايا الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي يعني أنه أصبح القمر نصف بدر رح تكون هاي الزاوية الساعة وحدة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مستمرة هاي لغاية ساعات الظهر تقريبا تأثارها بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة صباحا يعني تأثيراتها من ساعة ثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لها تقريبا ساعات العصر بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون ذروتها ساعة اتناش وواحد وخمسين بعد الظهر يعني تقريبا طول النهار هي مأثر مأثر هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي رح تكون في تمام الساعة اتناش وستة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش طبعا برضو هاي طول النهار تأثيراتها بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني طول النهار برضو تأثيراتها بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مساجي الطباع في زاويتين اليوم برضو رح يتشكلوا هم بطيئات اليوم ذروتهم الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهي ذروتها رح تكون في تمام الساعة أربعة وثمانية وعشرين دقيقة مساء طبعا هي لها تأثير تقريبا بحدود الخمس أيام ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم ثلاثين اتناعش لأنه هاي الزاوية بتفك يعني بمعنى آخر بتصل لذروتها بعدين بتفك بتيجي لا يوم بدها تنتهي فيه بعدين مع تراجع الزهرة برجع بشكلها مرة ثانية طبعا هاي الزاوية بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث تتدعم وتتعزز أكثر وأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي زاوية بطيئة هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري واللي ذروتها رح تكون في تمام الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء تأثيرها إلو تقريبا يومين ورح يستمر تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة عشر واثناش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية رغبتنا بالسفر والاتصالات أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر وبما أنه الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني هاي تأثيراتها من ساعات تقريبا الضحى بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبينتهي في تمام الساعة تسعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين أو إجراء عملية جراحية بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وخمس واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وبصير موجود في برج الحمل وبيبلش يشكل أول زوايا لإلوه طبعا إحنا ما رح نذكر هاي الزوايا بحلقة الغد إن شاء الله رح نحكي عنها لأنها بتكون بوقت حتى خلو المسار بتكون بوقت الحلقة القادمة طبعا القمر لما بنتقل للحمل منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل إنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة من لاحظ أيضا في هاي الفترة إنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو تعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بما أنه أغلب اليوم القمر رح يكون موجود في الحوت معناته الأعضاء اللي في جسمنا الصحية اللي بتكون أكثر حساسية اللي لازم نوفر لها عناية إضافية هي القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصناغبارية الأندروفين اللي هو هرمون مسكن للآلام بيكون قليل فعشان هيك الناس بتشعر بالآلام أكثر في هاي الأيام الميلاتونين اللي هو هرمون مساعد على النوم برضو بصير فيه نوع من أنواع الاضطراب فعشان هيك بصير فيه نوع من أنواع الأرق أو الكوابيس أو الأحلام أو التخيلات وهذا الإشي برضو إلو علاقة بهذا الهرمون طبعا هاي الأعضاء هي أكثر حساسية فعشان هيك لازم نوفر لها عناية إضافية يوصل يوم بإجراء عمليات جراحية لأي عضو غير الأعضاء اللي إحنا ذكرناها هذا يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي مناسب لمطعم كورونا إلا بفترة قلو المسار ما بننصح مع الأخذ بعين الاعتبار اللي هو المميعات أسبرين خصوصا للأشخاص اللي سنهم ما فوق الأربعين بأخذوا حبة أسبرين كل يوم لمدة ثلاث أيام مع الأخذ بعين الاعتبار للجميع أخذ بندول أو براستيمول حبتين كل ست ساعات اللي هو حبتين الخمسمية كل ست ساعات أو حبة ألف كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام بما أن القمر رح ينتقل للحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 14-12 بيبدأ في تمام الساعة 2.52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 18 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش لينتقل القمر لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع 7 أيام في تمام الساعة 10 و21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بيصبح 8 أيام نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيدة بنسبة 5% القمر في الحوت بده ينتقل للحمل حتى يوم 14-12 رح يمكث في الحمل اليوم هو منتحس القمر بنسبة 40% ولكن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 10% وبيكمل طول اليوم على هذا الانتحاس في ساعات المساء المتأخرة بيصير سعيد بنسبة قليلة جدا عطارد في القوس حتى يوم 13-12 طبعا في حلقة عطارد اليوم نزلت اللي ما سمعها يسمعها لأنه فيها عن كل التأثيرات والزوايا وتأثيراتها على الأبراج طبعا هو سعيد بنسبة 5% اليوم الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 طبعا حلقة المريخ نزلت برضو بتأثيراتها بلشت تأثيرات الانتقال المنتحسة تظهر طبعا هو منتحس الآن بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر ما زال موجود بالحوت معناته ما زال التعب بسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي وطبعا بما أن القمر منتحس والزوايا هاي الضاغطة فم هي بتأثر على النفسية وعلى الوساوس وعلى الأوهام أو الخوف من بعض الأمور اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية صحيا لازم أنه يتوجه للفحص والعلاج حاولوا أنك تأخذوا قسط كافي من الراحة ممكن اليوم تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس إذا ركزت بشكل جيد لأنه زي ما حكينا الوسواس هو أكثر عدو في هاي الوضعية لأبراج اللي بكون القمر في بيت متاعبهم برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت الأصدقاء فعشان هيك بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء أو التعرف على أصدقاء جدد أو تعاون ما بينك وبين الأصدقاء رغم أنه القمر منتحس فممكن يتعرض أو يتعرض لبعض من موليد برج الثور لبعض خيبات الأمل من بعض الأصدقاء أو يدخلوا بمشاحنات أو إهمال بعض الأصدقاء لإلهم منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنه اليوم يعني علاقات الصداقة إذا ذرت تستغلها بشكل جيد بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة برج الجوزة يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم طبعا زي ما حكينا أنه القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك اليوم مناسب أنكم تعززوا العلاقة ما بينكم وبين المسؤولين عنكم في العمل أو تعملوا نوع من أنواع التواصل ما بينكم وبين بعض الأشخاص اللي ممكن يكونوا نحكي شخصيات مميزة أو ممكن يكونوا من مستوى عالي شوي فممكن يدعموكم وبتحضوا بالشعبية وبتكون كل أعمالكم سهلة وميسرة إذا ركزتم بشكل جيد ممكن تحققوا نجاح شخصي ولكن الأهم أنه بتكونوا ديروا بالكم أنه هذا بيت السمعة أي مخالف للقوانين أو بتشوهوا سمعتكم بأي تصرف ما رح تكون الفترة سهلة برج السرطان كونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن طبعا مازال القمر في البيت التاسع اللي بفتح لكم يعني رغبات بالسفر أو تواصل أو اتصالات لأمور إلها علاقة بالسفر أو تواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو حتى للامتحانات الجامعية فهي فترة ممتازة جدا برضو بتشعروا بقوة العاطفة عندكم نوع من أنواع الأحلام بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة في أشخاص منكم ممكن ينشغلوا ببعض الأوراق أو المعاملات القانونية بالفترة هاي أو لاهتمام بقضية قضائية مثلا برج الأسد بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة وبيزيد اهتمامكم بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية طبعا القمر عادة لما بكون مقابل أصحاب البرج أو في البيت الثامن لإلهم بيضغط على نفسيتهم شوي وبيضغط على صحتهم فعشان هيك ممكن نفسيتك تكون شوي مش مرتاحة أو صحتك أو صحة أحد المقربين لإلك بتكون بحاجة للرعاية الأهم من هذا انتبه لأموالك بشكل جيد برج العذراء بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم القمر مقابلك تماما فبيدعمك على مستوى الشراكة والعلاقة ما بينك وبين الشريك أو يعني الأجواء مشجعة حتى على الشراكات المالية وعلاقتكم مع الأزواج ولكن البعض منكم ممكن يدخل بمشاحنات حد ما بينه وبين الزوج بسبب سوء تفاهم أو حتى محاولة فرض السلطة هذا يوم مناسب يعني للأشخاص اللي حابين يتمموا زفاف أو خطبة أو عقد قران مناسب للأمور علاقاتكم الزوجية أو العائلية بتكون ممتازة وبسودها نوع من أنواع التوافق إذا التزمتوا بعدم المشاحنات عدم سوء التفاهم ضبطتوا أعصابكم بتكون الأجواء ممتازة برج الميزان بيتراكم العمل عندكم أكثر من الحجم الطبيعي اليوم بتكون تنتبهوا بشكل جيد لعملكم ولصحتكم حاولوا أن تنظموا وجباتكم الغذائية وحاولوا أن تأخذوا قسط كافي من الراحة ممكن اليوم تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية ولكن الضغط العمل هو اللي ممكن يسبب لكم نوع من أنواع التوتر أو القلق فعشان هيك يحاولوا تنجزوا أعمالكم حتى لو كانت أعمال منزلية للأشخاص اللي في المنازل يعني أو ستات البيت حاولوا تنجزوا هاي الأعمال ما تخلوا أعمالكم تتراكم عليكم عشان ما يصير ضغط وإرهاق وتعب جسدي وصحي برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت الخامس فعشان هيك اليوم بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية رائعة جدا وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفة وحتى على المستوى المالي الأجواء جيدة هاي فترة حظ ممتازة وبتقوى من خلالها علاقاتك العاطفية أو ممكن تقويها أو توطدها أو حتى يعني هيك تحاول تمارس هواية لإلك أو حتى شيء له علاقة بالأدب أو بالترفيه الأجواء ممتازة جدا ولكن حاول إنك ما تفرض سلطتك على أحبائك وحاول إنك ما تقيدهم بشروطك أو بالوضع اللي أنت بتشوفه مناسب فعشان هيك ممكن هم يكون لهم رأي آخر برضو حاول إنك ما تعصب على أبنائك برج القوس طبعا القمر في البيت الرابع ما زالت الأجواء بتركز على الاهتمام حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البيت والعائلة ممكن بعضكو يهتم ببعض الترتيبات أو بعض الصيانة أو الأعمال المنزلية اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المناسبات العائلية أو اللقاءات أو الأحداث العائلية ممكن اليوم بعضكو يجيب تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن شوي يكون فيه سوء تفاهم أو خبر مش سار أو حتى مشاحنة يصير على مستوى سوء تفاهم مثلا وتحتد الأمور ضبط الأعصاب مطلوب في الفترة هاي وخلي علاقاتك العائلية جيدة برج الجدي طبعا القمر موجود في البيت الثالث فعشان هيكي الأجواء جيدة للاتصالات والتنقلات السيارات، الكمبيوترات، الأجهزة الإلكترونية ممتازة جدا لهاي الأمور وبرضو للتواصل والمؤتمرات ممتازة أهم شيء أن تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وفي نفس اللحظة حاولوا ما تعتمدوا على الحدود بشكل كبير يعني بمعنى آخر يعني بدك برضو تكون منتبه لكلماتك وتكون واضح فيها عشان ما تنفهم غلط برج الدلو طبعا اليوم بيحمل لك فرص أو فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة الفترة هاي بتعرف نوع من أنواعي السهولة في أعمالك اليومية أو في الحصول على أموال أو أرباح أو دعم أو حتى استرداد أموالك الأجواء جيدة على المستوى المالي والمكاسب المالية ولكن بدك تنتبه من المصاريف تنتبه من النصابين والمحتالين وتنتبه من توقيع على أوراق مالية وانت ما راجعت نفسك انت بتقدر تلتزم فيها ولا لا ها بالفترة القادمة برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وانت اليوم أكثر نشاط وحياوية من قبل فعشان هيك اليوم تقدروا تسيطروا على زمام الأمور وتدفعوا بمصالحكم بالاتجاه الصحيح بتقضي فترة من الهدوء والسكينة اليوم الأجواء جيدة على المستوى النفسي ويعنيه فيه نوع من أنواعي الطمأنينة رغم أنه ممكن تظهر بعض المشاكل أو سوء تفاهم أو حدية بالطبع يعني يشوه هذه الراحة اللي من المفروض أنها تكون موجودة عشان هيك حاول أنك ما تيأس وما تستسلم وكرر المحاولات وابعد عن أي شيء ممكن يوصلك لمرحلة أنك تفقد السيطرة على نفسك طبعا هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم يعني مثل كل مرة نقول والله أعلم لا تنسوا أنه بمساء يوم السبت في بث مباشر إن شاء الله رح نعمل بث مباشر البث هذا رح يكون عن أو حول توقعات عشرين واثنين وعشرين رح نحكي كيف تنعمل هاي التوقعات وكيف ممكن أنه نتوقع للأبراج وشغلات عشان ما تنصدموا يعني رح أكشف فيك شوية أشياء ويروح ويصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينه وبينكو برضو لأمور التوقعات إن شاء الله تعالى فياريت الكل يكون متواجد أو بمعنى آخر الراغبين يتواجدوا أهلا وسهلا فيهم اللي ما بيسعفهم الوقت الحلقة بتظلها موجودة على القناة يعني ما رح نحذفها بالنسبة لآخر شيء بشكر الأشخاص الداعمين والأشخاص اللي دائما موجودين بالقناة اللي بيدعمونا بلايك وكومنت وشير وانتساب ودعم مالي ووى إلى مال نهاية شكرا لإلكم جميعا وإن شاء الله القادم أفضل وأحسن وأحلى إلنا وإلكو هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء